لنثبت أن الميت يستمع إلى من حوله بعد موته ويستمر لساعات هذا الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الموضوع دعونا نتأمل طبعا أظهرت دراسة حديثة نحن نرى أمامنا الآن هذا الدكتور سام بارنيا وهو أحد المتخصصين بأبحاث ما بعد الموت لقد أظهرت دراسة كندية أجريت عام 2017 نشرت في مجلة كنديا جورنال أوف نورو لوجيكال سايانس أن دماغ الإنسان يمكن أن يستمر بالعمل عشر دقائق إضافية بعد وفاة الجسد بعدما كان الاعتقاد يقول بتوقف الأعضاء كاملة بعد مفارقة الحياة ورصد مجموعة من الأطباء الكنديين نوعا من الموجات في أدمغة أشخاص فارقوا الحياة وتوقفت قلوبهم عن الخفقان رصدوا هذه الموجات التي تستمر لدقائق بعد الموت وفي عام 2008 قبل عشر سنوات من الآن أعلن جراح الأعصاب الشهير إبن أليكسندر أنه عاش عمره وهو يستبعد احتمال وجود حياة بعد الموت وينكر أي حياة بعد الموت لكنه عندما عاش تجربة حقيقية وهي تجربة قريبة من الموت أغمي عليه لأيام ثم عاد للحياة ألف كتابا اسم هذا الكتاب دليل على وجود الجنة أكد فيه وجود حياة بعد الموت الدراسة الجديدة أيها الأحبة قامت بها جامعة ستوني بروك للطب وهذه الجامعة في نيويورك والدراسة كما قلنا نشرت في نوفمبر 2018 حيث حاول الأطباء من خلالها اكتشاف ما يحصل للإنسان بعد الموت من خلال تصوير الموجات الدماغية التي تنطلق من دماغه بعد الموت طبعا هذه الدراسة نشرها موقع لايف ساينس وتقول بأن وعي الإنسان يستمر لفترة طويلة من الوقت بعد موته وقالت الدراسة المخيفة حقيقة إن الشخص عندما يموت فإنه يدرك لحظة موته وما بعدها لأن دماغه يستمر في العمل مما يمكنه من إدراك ما يدور حوله وأوضحت الدراسة أن وعي الإنسان يستمر بعد توقف القلب تماما وأن الدماغ يبقى في حالة عمل ويستطيع الإنسان أن يسمع من حوله ولكنه يصبح حبيسا داخل جسده لا يستطيع أن يعبر أو لا يستطيع أن يكون له أي رد فعل على الرغم من أن دماغه يعمل والقلب متوقف وهو ميت عمليا وهناك كثير من الناس الذين يعني مروا بتجربة الاقتراب من الموت كانوا على وعي كامل بما يحصل من حولهم والدكتور سام بارنيا المشرف على هذه الدراسة يؤكد أن الكثير ممن يموتون يبقون في حالة حياة بعد الموت ربما لساعات طويلة ويقول إن أشخاص نجوا من السكتات القلبية تمكنوا لاحقا من توصيف ما حدث معهم بعد توقف قلبهم بشكل كامل عن العمل وأضاف إن هؤلاء يتحدثون عن مشاهدة الأطباء والممرضين وهم يعملون ويصفون وعيهم التام لكل المحادثات ورؤيتهم للأشياء من حولهم التي قد تكون غير مألوفة من قبل ويشرح الدكتور بارنيا هذا الأمر بقوله في اللحظة التي يتوقف فيها القلب عن النبض عمليا فإن الدماغ يبقى يعمل للحظات أو لساعات وهذا ما يؤكده بحث جديد من جامعة ميشيغان تؤكد أن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة وعندما قاموا بدراسة معمقة لهذا الموضوع وجدوا أن الدماغ يصدر إشارات من منطقة هي المنطقة البصرية في الدماغ كدليل على أنها تعمل سبحان الله يعني تسعى الدراسة التي قام بها الدكتور بارنيا إلى معرفة ما يجري داخل الدماغ بعد أن يتوقف قلب الشخص عن العمل ويؤكد هذا الدكتور أن الإنسان يبقى يستمع إلى من حوله ويقول بالحرف الواحد ما يثير الفزع في هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يفارقون الحياة يمكن أن يسمعوا الأطباء وهم يعلنون نبأ وفاتهم يعني الشيء غريب بالفعل أن هذه الدراسة تصدر من أناس أصلا غير مسلمين أنهم يعترفوا بوجود حياة بعد الموت ويعترفوا بأن المخ البشري يستمر في العمل بعد الموت وهو ما يعني أنك ستعلم بموتك يعني أنت تموت شيء غريب سبحان الله كل الأبحاث السابقة التي طالما قال الملحدون إن الإنسان بمجرد أن مات انتهى كل شيء وتحول إلى تراب لا هذه الدراسة المنشورة في نوفمبر 2018 الدكتور بارنيا يؤكد بنسبة 100% لأن الأجهزة تقيس الوعي في الدماغ تقيس الموجات الكهراطيسية التي يطلقها الدماغ يقول إن الميت يسمع بعد الموت طيب أنا أريد فقط أن أتساءل الآن أيها الأحبة هل يمكن لإنسان يعيش في القرن السابع الميلادي قبل 14 قرنا أن يعلم هذه المعلومة حتى المشركين كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثونا خلقا جديدا يعني كانوا ينكرون أن الميت يسمع هذه الثقافة كانت موجودة وموجودة إلى عهد قريب حتى 2018 عندما أعلن الدكتور بارنيا عكس ذلك وقال الموتى يسمعون طيب أنا لدي حديث معروف في معركة بدر عندما قتل صناديد قريش ووقف النبي وخاطبهم وهم موتى فجعل عليه الصلاة والسلام الحديث يعني في الصحيح يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها يعني أنت يا رسول الله تكلم ناس ميتين انظر انظر أخي الحبيب انظر أيها الملحد يا من تنكر هذا القرآن وتنكر نبوة هذا النبي ماذا قال له قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يقسم الأمر عظيم الذي سيقوله الآن والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم صلى الله عليه وسلم طيب نبي كريم في القرن السابع الميلادي يقول إن هؤلاء الموتى يسمعون ما أنتم بأسمع لما أقول منهم والعلم الحديث عام 2018 يقول إن الميت يسمع ويبقى هذا لساعاته ربما لأيام يعني الدراسة حديثة جدا يعني قبل أيام نشرت لا زالوا يبحثون في هذا الموضوع طيب بالله عليكم هل هذا النبي يصح أن نقول بحقه إنه نبي كاذب أو يفتري على الله أو كان يأتي بالأساطير النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث موجود في الصحيح أيضا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعن عالهم يسمع قرعن عالهم سبحان الله طيب من أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع وما الذي يدعو النبي في ذلك الوقت أن يصدم الناس بهذه الحقيقة لأنهم يعني سيدنا عمر بن الخطاب لماذا استغرب لأن الثقافة السائدة في ذلك العصر أن الميت لا يسمع فأكد لهم أن هذا الميت يسمع وأنتم لستم بأسمع منهم لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الحديث يثبت أن الموتى يسمعون بعد موتهم طيب أنا أريد أن أتساءل ألا يعتبر هذا أو هذه الحقيقة الطبية إثباتا على أنه رسول الله وأنه كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم